السلام عليكم طلاب نكمل شرح محاضرات البارسايتولوجي قبل ما نبدي باللكتر نستذكر بس اللي أخذناهن من المحاضرات الأولى بهذا المخطط إذا تذكرون جنا نحتي دائما بالإنتستن البروتوزوة اللي هي اللي نهابت مالتها أساساً وين بالإنتستن وأخذنا يعني إحنا من قسمناهن إلى غروبز اعتماداً على الإنهابت اللي راح تعيش به البروتوزوة فالغروب الأول كان غروب الإنتستن جماعة الإنتستن اللي هم الأميبات الإنتاميبة هستولوتيكا والفلاجليت نوعين الجياردية والتريكمونس وأخذناهما تياهم منه السيليوفورة أو البلانتيديم هذي اللي حاوي على أهداب فخلصنا إحنا غروب الإنتستن نكمل هسه بالبروتوزوة اللي وين تعيش بالبلد والتشو اللي هما نسميهم هيموفلاجليت هيمو لأنه بلد وفلاجليت لأنه حاوي على الفلاجلة لذلك الهيموفلاجليت هذا القروب يسموه الماسيغوفورة الماسيغوفورة مين فلاجلة تعيشوين بالبلد والتشو تشمل توسبيشيز اللي هما اللشمانيا والتريبانوسوما فرح ناخد أنواعهم وكل نوع شوالدزيز اللي يسببه وهكذا فبداية قبل ما ندخل بالفيترز والكاركترز دكمالتهم ناخد هذا السلايد اللي هو يحتي عن الستيج ما الهيموفلاجليت أهم الستيج عندنا هو الستيج اللي يعيش بداخل جسمنا فنشوف أنه اللشمانيا بداخل أجسامنا نلقاها بشكل أمستيجوت شنو يعني أمستيجوت الأمستيجوت معناها الفلاجلة مالتها راحت من جسمها تكون هاي الهيئة تمام ليش راحت من هالفلاجلة لأنها تريد تدخل إلى داخل الخلية داخل الماكروفيج لأنها تعيش اللشمانيا طول ما هي موجودة بجسمنا فهي موجودة انترا سيلولر أوكي بداخل الماكروفيج لذلك هي لما تدخل الماكروفيج الفلاجلة مالتها ما لازم تبقى أوكي لأنها راح تعيق هذا الدخول وفكر بها أنه هي الفلاجلة راح تدغضغ الخلية تمام فش تسوي اللشمانيا حتى ما تزعج الخلية راح تقولها أوكي راح أضم الفلاجلة مالتي وأدخل أوكي لذلك تتحول إلى هذا الطور اللي هو الأمستيجوت الآن معناها نفي يعني فتكون بهذا الشكل وهنا نأتي مثل الخطأكو دلالة على وجود الفلاجلة من تطلعها راح تبرز من جديد الطور الثاني المهم اللي بداخل جسمنا أيضا هذا مال من هذا خاص بالتريبانوسومة التريبانوسومة تكون بشكل التريبا أو سوري التريبو مستيجوت التريبانوسومة تكون وين إكسترا سيلولر أوكي بالجسمنا لكن إكسترا سيلولر لذلك هي ما محتاجة تضم الفلاجلة مالتها فنشوف أنه هذه التريبانوسومة تكون بهذا الشكل الفلاجلة مالتها تطلع من نهاية جسمها بهاي الطريقة وتلتف تلتف إلى أن توصل إلى مقدمة الجسم فهذا المنظر هيسموه التريبا مستيجوت خاص بالتريبانوسومة تكون وين يعني بالبلد لكنها إكسترا سيلولر ما تحتاج أنها تدخل إلى داخل الخلايا واللشمانية تتفاقنا أنها وين تحب أنها تدخل بالخلايا فلازم تتحول إلى طور الأمستيجوت يعني تضم الفلاجلة مالتها الطورين الباقيات البرو مستيجوت هذا أيضا مالت اللشماني لكن وين نلقى نلقى بالفكتور وبالكالتشور لما تطلع من جسمنا راح يبرز منها الفلاجلة وتكون بهذا الشكل هنا الفلاجلة وطالعة من جسمها من مقدمة الجسم مباشرة فهذا حيسموه البرو مستيجوت واللي بعده هو الإبي مستيجوت هذا أيضا التريبانوسومة لما تطلع من جسمنا راح تكون كشكل إبي مستيجوت الفلاجلة هما طالعة مننا واصلة مقدمة الجسم لكن يعني بعدها مو مثل التريبانوسومة التشبيرة وهذول الطورين يكونون خارج أجسامنا أما بالكالتشور لما أسوي كالتشورينج ألقاهم أو بالفكتور اللي هو ينقلهم أوكي فملخص هذا الستايد إنه أكو فور ستيج خاصة بالهيموفلاجلات عموما يعني الهيموفلاجلات الليها أربع ستيجات وهي بها نوعين اللي شمانية والتريبانوسومة اللي شمانية إذا كانت الداخل جسمنا حتكون بشكل أمستيجوت ليش لأنها تعيش انتراسيليلر زيان وإذا تعيش انتراسيليلر لازم تضم لفلاج اللمالتها حتى ما تضوج الماكروفيج فتتحول إلى أمستيجوت وإذا طلعت من جسمنا إما بالكالتشور أو بالكالتشور رح تصير أبرومستيجوت التريبانوسومة اللي هو النوع الثاني من اللي هي موفلاجلات هذا همات إما يكون التريباومستيجوت هذا موجود بجسمنا الفلاج اللمالتها موجودة عادي يعني ظاهرة من جسم البروتوزوة وفلاج اللمالتها طويلة وإذا طلعت خارج جسمنا رح تكون بشكل إماستيجوت أيضا نلقاه بالفكتور وبالكالتشور أوكي إن شاء الله يعني هذا الساعد يكون واضح زيان هذي كستيجات هس نريد نتعرف على الخصائص مال هذه الهيموفلاجلات بداية احنا اتفاقنا أنه هي هيموفلاجلات ونتعيش بالبلد والتشو أيضا فهي live in the blood and tissues of man and other vertebrates and in the gut of the insect vector تمام فهي تعيش بالبلد والتشو مالة الإنسان وتعيش بالgut بأمعاء الvectors اللي رح تنقلها الحشرة اللي مسؤولة عن نقلها زيان الممبرز of this family have single نيوكلياس وكاينيتو بلاست وسنجل فلاجل جسم هذا هذه البروتوزوات رح يكون كالعاتي رح يكون جسمها متصمم هيتش عندها نيوكلياس وحدة حاوية بداخلها على كروماتين وعدها في التركيب يسموه الكاينيتو بلاست طالعة من عدها الفلاجل اللي هي تكون وحدة اما طالعة منها مباشرة او من مقدمة الجسم اذا كانت لشمانية على حسب اوكي زيان هذا نتعرف عليه هو عبارة عن DNA تمام مادة نووية وين تتواجد تتواجد بداخل ميتو في كاينيتو بلاست من اسمه مسؤول عن الحركية هذا الفلاجلة تمام تمام ما الهيموفلاجيلايد اوكي لأنه حتى طالع من الموقع ما الكانيتو بلاست تصير يم الفلاجلة وتطلع منه الفلاجلة يعني بقاعدة هذه الفلاجلة ومن اسمه كاينيت فهو نحط ببن انه هو مسؤول عن الموفمنت اوكي فالموفمنت والموتيلتي ما الفلاجلة راح يساعد بها هذا الكانيتو بلاست اللي هو عبارة عن مادة نموية واقعة بي الميتو كوندريا اوكي فقلنا المنبرز مال هذي الفامل اللي هي الهيموفلاجيلايد حاوي على سنجل نيوكلياس بها الكروماتين والكانيتو بلاست عرفنا هو شنو هو مادة نووية مسؤولة عن الحركة واقعة بالقاعدة مالة الفلاجيلايد وايضا حاوي على سنجل فلاجلة زيان النيوكلياس جون حتكون راح تكون راوندد او اووال وسيشويتد ان دي سنترال بارت او بادي تكون بيعني وسط الجسم تقريبا كونتين الكانيتو بلاست دوت لايك اللي هو المادة نووية اللي حتنا عنها راح تكون بشكل دوت يعني منقطة الهيموفلاجيلايد exist in two or more or four morphological stage الستيجات اللي حتنا عنهم هنا هذي الفرمز وير فرملي كالد لشمانيا والليبتوموند والكريثيديا والتريبانوسوما stage but as this names are also given to different general within the family they were changed to amastigot ومن الاماستيجوت الى بروماستيجوت والأبيماستيجوت والتريبوماستيجوت ماقشي جديد بهذا السلايد يعني بدي يحتي عن الستيجات اللي arrangement of the flagellium in relation to the position of the nucleus and its point of emergence from cells ده يقول انه اسماء هالي الاستيجات اللي ده نحتيها جاية من حقيقة وجود الفلاجيلام هو من طالع اوكي فقلنا انه مثلا التريبوماستيجوت كان الفلاجيلامالتها طالع من يعني نهاية الجسم من يمي الكانيتوبلاست وممتد خلقا غير اللون منا نطالع وممتد الى ان وصل الى مقدمة الجسم اوكي فهاي كانت مال التريبوماستيجوت في حين انه الإبيماستيجوت طلع من وسط الجسم مو كلش من نهايته من وسطه همط يعني التف ووصل الى المقدمة لكن مو كلش من النهاية فهذا كان إبيماستيجوت اما البرو فهاي من مقدمة جسم الهيموفلاجيلايت اوكي طالع من مقدمة جسمهم ولي برا اما الاميستيجوت فهي اساسا ماعدها قلنا راح تضم لي جوا فنشوف هذا الخط نشوف هذا الخط اللي هنا هو عبارة عن الفلاجلة مالتها ضمتها بالداخل وتحولت الى الاميستيجوت طبعا تكون نون مطايا زين بلا السابق الانفردتبريت وبوله الملتبليكيشن والتتكاثر مال هذي الانواع راح تتم بكلا الهوست الانترميديات هوست الانفردتبريت وأيضا الفاينال أو الديفينيتيب هوست اللي هو الإنسان عن طريق البايناري فيجن الانقسام الثنائي وما رح تتكاثر سكتشوالي طبعا هذا الجدول ما أخذ الستيجات وشارح المورفولوجيكال كاركترز ما لكل استيج حتى يوضح الديفرينت مابيناتهم طيب نبدي بالديزيز اللي راح تنتج عن الكانيتو بلاستايد أو هو نفس هيموفلاجيليت يعني لها أكثر من اسم كانيتو بلاستايد نيأنها حاوي على الكانيتو بلاست على العموم إحنا قلنا عدنا نوعين الليشمانيا والتريبانوسطومة كل سبيشيز بيها سبيشيز أخرى في الليشمانيا الاسبيشيز مالتها عفوا بصورة عامة راح تسبب لنا ديزيز الليشمانياسز والتريبانوسطومة بيها الافريكان تريبانوسطومايسز هذي النوع اللي يسببها هو التريبانوسطومة بروسي والتريبانوسطومة مال تشكاز ديزيز أو الامريكان تريبانوسطومايسز هذا يسبب نوع التريبانوسطومة كروسي أوكي فالأمراض اللي عدنا حاليا اللي راح نتناقش بيهم هو الليشمانياسز من سببه الليشمانياس بيشيز عموما يعني وعندنا مرض الأمريكان Trypanosomiasis سبب منه البروزي والأمريكان Trypanosomiasis أو يسمه Chakras disease هذا سبب الكروزي